مورتخاي 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 الآن أمام هذه الحملة التي تدعو إلى مغادرة البلاد معا واضح أن ما جرى في 7 أكتوبر هو الذي أدى إلى هذا الأمر في تقديري هذه الحملة ستتصاعد بلاء على نتائج ومعطيات المعركة على الأرض يعني بلاء على نتائج البيدان إذا لم يستطع هذا الاحتلال أن يحقق إنجازا في قطاع بزة فأعتقد بأن هذه الحملة ستتصاعد صحيح أن حركة لنغادر البلاد معا جاءت ردا على تخوفات العلمانيين الإسرائيليين من سيطرة الأحزاب الدينية على الدولة وتغيير القوانين اتجاه دولة دينية خالصة وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر العام الماضي عبر الحد من سلطة المحكمة الدستورية العليا لكن أكبر مخاوف حركة الداعين للمغادرة لم تكن تنتظر حربا تعزز فكرة الهجرة ولم تتوقع حتما أن يغادر نحو 250 ألفا منذ 7 أكتوبر شكرا